أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس والتي سنقصصها لتأثير حظر الإدارة الأمريكية واردات النفط الروسي على أسواق الطاقة ولنبدأ بالعناوين حظر النفط الروسي يعزز فرص الإنتاج الفنزولي والإيراني بالعودة للأسواق وحظر بايدن للخيم الروسي يرمي الكرة في ملعب النفط الصخري برزت همية عودة النفط الإيراني وزيادة الإنتاج الفنزولي إلى السوق مرة أخرى بعدما أدت العقوبات الشاملة على روسيا إلى عزل صناعتها النفطية الضخمة يأتي ذلك بينما تواصل الإدارة الأمريكية وحلفاؤها رحلة البحث عن بدائل سريعة لتعويض حظر النفط الروسي عن الأسواق العالمية وارتفاعات الأسعار تطل إيران من جديد كمصدر محتمل لزيادة إمدادات الخام بعد عودة كبير المفاوضين الإيرانيين لمحادثات فيينا بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرمى عام 2015 في حال توصل الاتفاق شامل يتضمن وقف طهران لنشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها يمكن لإيران البدء في بيع ما بين 80 و90 مليون برميل من النفط أما احتمالات تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على شركات النفط الحكومية الفنزولية بيترولاريس دي فنزولا فدفعت المراقبين إلى التساؤل عن مقدار النفط الخام الذي يمكن لفنزولا إضافته إلى السوق تجير توقعات الأكثر تفاؤلا من IPD لتن أمريكا لاستشارات الطاقة تضاعف الإنتاج بحلول نهاية العام في حال تدفقت الصادرات من كاركاس وكانت قادرة على استيراط المعدات التي تحتاج إليها صناعة النفط مع ذلك يرى البعض أن الأمر سيتطلب استثمارات بمليارات الدولارات على مدى سنوات عدة قبل أن تتمكن فنزولا من زيادة الإنتاج بشكل كبير في اجتماع غير عادي ناقش المسؤولون الأمريكيون والفنزوليون التنازل عن بعض العقوبات لتتمكن الدولة العضو في أوبك من استئناف مبيعات النفط وفقا لبلومبرغ الرئيس نيكولاس مادورو أكد أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين كانت ودية وأن البلاد مستعدة لتصدير المزيد من النفط وبإفتراض أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستؤدي في النهاية إلى فك سريع للحظر المفروض على ممارسة الأعمال التجارية مع شركة النفط الحكومية بيترولايس دي فينزولا وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو فإنتاج فينزولا قد يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل ارتفاعا من 800 ألف برميل تنتجها فينزولا حاليا لكن في المقابل وفي آخر التطورات قد تواجه واردات النفط الأمريكية المستقبلية من فينزولا وإيران حظرا بموجب مشروع يقدمه ماركو روبيو سيناتر جمهوري عن ولاية فلوريدا إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع ماركو روبيو أعرب عن رغبته في تعزيز الولايات المتحدة لإنتاجها من النفط والغاز لتعويض ارتفاع أسعار الخام فضلا عن أنه يعتقد أن استيراد النفط من إيران وفنزولا كلاهما حليفتان لروسيا لن يؤدي إلا إلى إثراء خصوم الولايات المتحدة من شأن هذا التشريع أن يساعد في وضع حد لهذا الاحتمال من خلال حظر استيراد النفط والخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال من إيران ومن فنزولا بسبب مخاوف طبعا متعلق بالأمن الوطني روبيو لم يكن أكبر عضو جمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الوحيدة الذي يشعر بهذه المخاوف السناتور الديمقراطي أيضا باب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قال أنه سيعارض استيراد النفط الفنزولي مادام مدورو يحكم البلاد وذلك رغم أنه غير مدرج ضمن مقدمين مشروع قانون روبيو من لندن ينضم لنا كريستوفر هينز محلل النفط في Energy Aspects أهلا بك كريستوفر وشكرا على وجودك الولايات المتحدة الأمريكية والخطوة التي قامت بها بفرض العقوبات أو بحضر استيراد النفط الروسي ربما هي ليست مؤثرة كثيرا لأن الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من النفط لكن الذي كان لافتا للانتباه هو التحول تجاه فنزولا تحول الموقف الأمريكي تماما إلى دولة تعتبر مادورو ديكتاتورا كما تعتبر بوتين ديكتاتورا فهذا التحول في الوقت الحالي ربما يراه الجمهوريون غير مناسب وأنه يجب أن يكون هناك عودة لصناعة النفط الأمريكية لتعويض هذا الفائد في المعروض فأي اتجاه ستسلك الأمور في النهاية بحسب تقديرك؟ أعتقد أولا أن الحظر على الطاقة الروسية لديها تداعية طبعا الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من النفط الخام ولكن تستورد الكثير من الموارد الأخرى الثانوية التي تستخدم في منشآت التكرير وتستخدم في إنتاج الديزل وخيرها من المواد إذن لكي تتمكن الولايات المتحدة من استبدال ذلك هي بحاجة إلى مصادر أخرى لألخم خاصة تلك مواد الخام الثقيلة التي قد تنتج بلاد مثل أفنز ولا ولكن حاليا يجب أن تنظر في قدراتها المحلية المتوفرة لديها وأيضا تستورد أكثر من كندا لأن كندا هي منتج موثوق أكثر إذن أعتقد أن المحادثات مع فنز ولا لم تصل بعد إلى مرحلة تسمح برفع العقوبات وهذا يعتمد على الكثير من الأمور وحتى إذا وصلت المحادثات إلى هذه المرحلة على الأرجح نتحدث عن 100 إلى 200 ألف برميل من الإنتاج الإضافي يمكن لفنز ولا أن توفره كان هناك خسارة كبيرة في القدرات والمعدات لديها ولم يكن هناك أموال تضغف هذا القطع وبالتالي سوف يحتاج إلى الكثير من الاستثمارات لرفع الإنتاج إلى حوالي مليون برميل يوميا في المدى المنظور إذن حتى إذا كان هناك رفعا للعقوبات على فنز ولا لا أعتقد أن ذلك سوف يحدث فارقا كبيرا في الإمدادات في السوق العالمية والولايات المتحدة ويجب أن تنظر في بدائل أيضا إذا كان النفط الفنزولي لن يشكل فارق وهو بالفعل الطاقة الإنتاجية الفنزولية لن تكون بهذا الكبر الولايات المتحدة لماذا تخاطر بهذا التوقيت ولماذا تخاطر بالتقرب إلى مدورو هل هو لأن أحد الحلفاء الروس تريد أن تخلق بهذه الطريقة نوع من المشكلات بين روسيا وفنزولا أعتقد أن جزئيا هذا القرار هو السياسي لأن روسيا كانت أساساً وراء إبقاء مدورو في السلطة وفي فترة كانت الأمور مضطربة بالنسبة لحكومته ولكن التدخل الروسي هو الذي حافظ على حكومته وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تتخذ هذه الخطوة في محاولة لسعادة نفوذها في فنزولا ولو سمعنا عن المحادثات أنها كانت ودية فهذه المحادثات الأولية كانت حول إطلاق صراح السجراء وبعض البنود السياسية بخلاف النفط وأعتقد أن كل ذلك أساساً يهدف إلى استعادة النفوذ الأمريكي في محاولة أيضاً لخفض النفوذ الروسي خاصة بعد التدخل في أوكرانيا والأثر السلبي الناتج عن ذلك إذن هذه فرصة للولايات المتحدة لكي تحاول أن تحسن العلاقة مع فنزولا طيب نتحول أيضاً إلى الملف النووي الإيراني ومحاولات إعادة إحياء هذا الملف بعد جوالات عدة من المفاوضات ربما كان فيها نقاط خلاف عديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطيون على وجه التحديد يحتاجون عودة النفط الإيراني أكثر من أي وقت مضى هل هذا يظهر باقتراب التوصل إلى اتفاق في فيينا؟ هل يسهل الأمور؟ هل يسهل التنازلات الأمريكية لطهران؟ ما رأيناه أن روسيا لا تزال لديها دور كبير في هذا الاتفاق وهي من بين الأطراف الأساسية التي تجري المحادثات مع إيران ومؤخراً يمكن أن تقول الروسيا أنه لكي يكون لديها أثر على سوق الطاقة العالمي وتصعب الأمور على الغرب وحاول أن تبطئ التقدم في المحادثات وسمعنا اليوم أنه قد يتم إيقاف التفاوض على هذا الاتفاق لأن روسيا تود ضمنات وأن العقوبات الغربية والأمريكية على روسيا لا تؤثر على علاقتها مع إيران يعني كريستوفر في تقديرك روسيا والتي تلعبت دوراً فاعلاً في هذه المحادثات على مدار الجولات الماضية هي قادرة الآن على تعطيل الاتفاق أو حتى إنهاء فكرة إعادة الاتفاق النووي؟ هي قادرة على عرقلات الاتفاق لا أعتقد أن المحادثات سوف تتوقف ولكن ربما يجب إعادة توجيهها الآن وروسيا يجب أن تشارك في ذلك طيب يعني هنا ربما تتبقى عدة أسئلة إذا كان النفط الإيراني قد لا يعود وهناك صعوبات متعلقة سوف تعرقل الاتفاق ولكن أعتقد أن المحادثات سوف تتوقف بسبب ذلك وهناك بعض إضافة أضيفة إلى هذه المحادثات والجميع يجب أن يحاول أن يعمل على حل هذه المشكلة معروسة قبل إحراز أي تقدم برأيي على الأقل آنيا هذه الأمور أرجعت عودة النفط الإيراني إلى الأسواق الجميع كان يتوقع عودة النفط الإيراني في مايو أو يونيو ويبدو أن الآن هذا تأخر أكثر من ذلك ربما لنهاية العام أو بعد ذلك طيب يعني بهذه التقديرات النفط الإيراني من الصعب أنه سيعود في وقت قريب نفط الفنزويلي لن يحدث تأثيرا بالتأكيد استخدام الاحتياطات الاستراتيجية هو أيضا أمر غير مؤثر كثيرا هل هناك خائرات أخرى أم أنه فقط تراجع الطلب هو الشيء الوحيد القادر على إيقاف ارتفاعات النفط صحيح فالعالم حاليا لا يقدر فعليا أثر نقص الإمدادات الروسية على السوق ونعتقد أن روسيا سوف يتعين عليها أن تتراجع في إنتاجها بثلاثة مليون برميل وذلك لأنها لن تكون قادرة على بيع هذه الكميات من النفط الأسواق الأوروبية التي ترفض الحصول على النفط الروسي وأيضا لأنها قامت بإغلاق بعض منشآت بسبب عدم الطلب على منتجاتها وبالتالي الأثر سوف يكون جديا على أسواق العالمية والحل الوحيد هو أن يكون هناك ضغط على المستهلكين لشراء أقل التأثير في الأسعار وحاليا ليس هناك أي حال آخر بسبب الوضع السياسي وكيفية تبلور كل هذه الأمور وأعتقد أن أوروبا سوف تواجه أسوأ ما في هذه الأزمة أنا أشكرك كريستوفر هينز شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذا التحليل وأنت محلل النفط في Energy Aspects إذن مستمرنا معكم أيضا في المتابعة آخر مسجدات الطاقة ويضع حظر رئيس جو بايدن لواردات النفط الروسي ضغوطا جديدة أيضا على شركات الحفر الأمريكية لتعويض نقص المعروض من بينها EOG Resources وDeven Energy وهما شركتان عملاقتان في النفط الصخري لديهم آلاف تصريح الحفر الفيدرالية والتي يمكن استكدام العديد منها لإنتاج المزيد من نفط من حوض بيرمين الحوض الرئيسي تمتلك الشركتان تصريح أكثر من أي شركة أخرى وفقا لتحليل بلومبرج لبيانات التصريح الفيدرالية البرية غير أنهما لا تخططون لزيادة الإنتاج فوق 5% حتى مع تجاوز عقود النفط الأمريكي الآجلة 120 دولارا للبرميلة ووصول إلى هذه المستويات مع مواجهة الأسواق العالمية اضطرابات تاريخية هذا التنافر يأتي في قلب التوتر بين قطاع النفط الصخري الأمريكي والذي ربما لديه حجة بأنه بحاجة إلى دعم حكومة طويل الأجل قبل أن يتمكن من زيادة الإنتاج بشكل مستدام حكومة بايدن التي تقول أن على شركات النفط استخدام تصريح الحفر والتي تزيد على 9000 تصريح والمتوفرة لديها بالفعل قبل طلب المزيد من الامتيازات يعني ربما تقوم بذلك في الوقت الحالي للطلب من شركات النفط الصخري أن تقوم بزيادة الإنتاج لكن الشركات لديها وجهة نظر أيضا للمزيد ينضم إلينا من باريس دكتور رودي بارودي الخبير في شؤون الطاقة أهلا بك دكتور رودي وشكرا على وجودك اليوم بشركات النفط الصخري الأمريكية ربما لديها وجهة نظر يعني لاحظنا أنه على مدار الفترة الماضية وحتى مع ارتفاعات النفط بعد جائحة كورونا الشركات فضلت أن تعيد استثمار أرباحها في إعادة شراء الأسهم في توزيعات الأرباح فضلا عن أن تستثمرها في عمليات الاستكشاف هذه الشركات والشركات التي تملك تصاريح بالحفر هي الآن تخاف لأنها لا تعلم المستقبل ماذا يخبئ وهو طبعا فكرة التحول إلى الطاقة النظيفة إدارة بايدن والديمقراطيين بشكل أعمى هل عليهم أن يمنحوا الشركات المزيد من الامتيازات في التوقيت الحالي؟ مساء الخير قبل كل شيء أنه الأولين جاز اللي بي أمريكا عم بيطلعوا 12 إلى 13 برميل باليوم يعني أحد الشركات المزيدة بنفضة الشيل أول الجاز عم بيطلعوا ق tuvrev تسعة تسعة مليين ونص بقى معك حق أنه كان في تسعة تسعة تلف حمسمية برميل بس أهم شيء بدل أطمان كما تفضلت من الوايت هوس المهم نرجع لسياسة الرئيس جورج بوش في 2006 هو اللي أعلن في 2006 أول شيء تغيير الجهاز هرية وطلق ومهدأت حملة الاستخراج الأول من الشيء الأول من 2006 إلى هلأ تشوف التغيير اللي صار فضيع كام ووصلت أمريكا تصير قد تغيير الجهاز تاني شيء بالنسبة للنفط الفنزويلي والنفط الإيراني لازم يخفف الضغط على الرشن جاز بيترجع تفعيل المحطات النووية اللي كانت بألمانيا ببلجيكا زيادة البايفلين اللي من إسبانيا لفرنسا تجهيز المعملين الـ LNG على البلتك سي مثل الأمامانيا هذا كله يخفف الطلب عن سيستغرق وقت سيستغرق وقت ليست هذا التحول السريع ولا زالت هناك اعتبارات أيضا أنه هل نعيد تعريف الطاقة النووية كطاقة نظيفة أم لا هناك لازالت محوارات جارية بهذا الشأن سعدي هذا أهم شيء أنه اليوم نحن بحالة حرب على الطاقة ما فيك اليوم تسكر بقى الطاقة النظيفة وما الطاقة النظيفة نفاعل نووية بين ألمانيا وبلجيا يرجعوا ويعطوا 16 ألف ميجاوات ألمانيا كان صار لهذا البلان تبعا الانجي عشر سنوات التأخير اللي وصلوا لهون زيادة البيبلاين الكباسيتي بين إسبانيا وبين الفرنس لفور بليون كوبيك ميم هي ترسلوا على طاولة الدزاين فايف ييرز أنا أشكرك على هذا التحليل والتوضيح دكتور رودي بارودي شكرا جزيلا لكم أنت خبير في جون الطاقة إذن مستمرون معكم أيضا وتتابعونا في طاقة بلس بعد الفاصل كيف يمكن أن تؤثر قفزة سعر النيكل على صناعة السيارات الكهربائية تجوز سعر النيكل المستخدم في صناعة الصلب المقاومة للصدق وبطاريات المركبات الكهربائية مستوى مائة ألف دولار للطن ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في بورسة لندن للمعادن في نوبة من التداولات غير المسبوقة التي صعدت فيها الأسعار بحوالي أربعين ألف دولار في ظرف ساعة واحدة فقط قبل أن تعلق بورسة لندن التداول على المعادن يأتي قطاع صناعة السيارات في مقدمة أكثر القطاعات تضررا من الارتفاعات سيارات والبناء وشارع الاستخدام أو شارع استخدام فيها السنوات الأخيرة من قبل المصنع السيارات في تصنيع البطاريات المعدنية للسيارات الكهربائية يعني تيسلا تستقلم في المتوسط نحو 45 كيلو جرام من النيكل لتصنيع سيارة واحدة صناعة السيارات الكهربائية أدركوا ندرة النيكل حتى قبل الغزو الروسي الأوكراني الرئيسي التنفيذي لشركة تيسلا إلو موسك كان قد غرد في أواكر فبرايل بأن النيكل أصبح مصدر القلق الأكبر للشركة والذي يحول دون توسع الإنتاج السوق طبعا لم تتجهل حقيقة أن روسيا موردا مهما للنيكل المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية لكن عند الحديث عن تعبين النيكل روسيا ليست لعبا كبيرا هي توفر نحو 9% من النيكل في العالم وهو ما يضعها في المرتبة الثالثة بعد اندونيسيا والفلبين غير أنها تمتلك ما يقارب من ثلث خام كبريتيد النيكل في العالم هذا ما يعطي لصدراتها تأثير كبير على السعر معدن الفئة واحد المتدول ببورصة لندن تعتبر شركة التعدين الروسية نور نيكل مورد رئيسي للنيكل العالي الجودة والذي يستخدم في السيارات الكهربائية موسيقى ما هو أيضا التأثير المتوقع لارتفاعات أسعار النيكل على صناعة السيارات الكهربائية وتأثير ذلك على جهود التحول الأغدر من لندن راحب بي جرانت سبور المحلل الأول في بلومبرغ انتليجنس جرانت أيلان بيك الارتفاعات التي نشاهدها بهذا الشكل الجنوني في أسعار النيكل بكل تأكيد لها تأثير على عدة صناعات ما يعنينا هنا التأثير على صناعة السيارات الكهربائية كيف يمكن النقيص هذا الأثر شكرا على استضافتي النقطة الأولى التي كنت أود أن أوضح أن الانتقال للأسعار غير المسبوك إلى مئة ألف لطن بأسباب فنية وكان ذلك لأن كان هناك من لديه مركز على السوق وكان هناك ضغط على ذلك أسعار وليس ويجب أن نرى كيف تتطور هذه الأمور ولكن مئة ألف دولار لطن النقل يعني أن هذا غير مستدام ليس فقط لقطاع صناعة البطاريات والسيارات ولكن أيضا بالنسبة للصلب المقاوم للصدى إذن يجب أن نفكر في كيفية تغير الأسعار طبعا هناك ضرابات كبيرة في سلسلة التوريد كما أشرتم في تقريركم وهناك مخاطرة كبيرة وروسا تقدم تسعة بالمئة من الموارد في السوق في سوق أساسا فيها بعض الضغوط وأيضا روسا كما أشرتم توفر كبريت النقل الخام وهذا أساسي بالنسبة للصناعة ولكن أعتقد أن الأمور سوف تعود إلى طبيعتها مع الوقت وطرق التصدير من روسيا سوف يعاد توجيهها ربما عبر الصين والسوق سوف تجد توازنا أكثر أما النقطة الثانية هي أن النقل يمكن استبداله خاصة في قطاع الصلب المقاوم للصدق حاليا فإن 70% من الطلب على النقل هو في الصلب المقاوم للصدق في حين أن الطلب على النقل في مجال البطاريات هو حوالي 10% إذن نسبة منخفضة من مجبل الطلب على النقل يتوقع أن يرتفع هذا الطلب في السنوات المقبلة ولكن حاليا برأيي سوف نرى استبدالا للنقل في بعض درجات الصلب المقاوم للصدق لأنواع أخرى لا تستخدم نقل وهذا سوف يحل توازنا هذا لن يخفف الطلب بالضرورة على خام كبريت النقل فورا فقد يكون هناك ضغط هناك ولكن حاليا لا نرى أن أسعار كبريت النقل إذن تتأثر بهذه الصدمة إذن في شكل آني لا أعتقد أنه سوف يكون هناك أثر على بطاريات السيارات الكهربائية في المدى المتوسط قد يتحول ذلك إلى صعوبة وأعتقد أن كل مسنعي سيارات ينظر كيف سوف يحصل على النقل الذي يحتاجون إليه وهناك الكثير من الموارد غير المستخرجة بعد خاصة في إندونيزيا وهناك خطط للتوسع مرتقبة إذن هذه الصعوبة مؤقتة وأعتقد أن أسعار النقل سوف تتراجع سوف تبقى أعلى مما كانت عليه تاريخيا قد يكون هناك إذن عامل تضخم لكل القطاعات ولكن سوف تستقر الأسعار بمستويات منطقية ربما حوالي 25 ألف دولار للطن نعم طيب لماذا في تقديرك أن مثلا إيلون ماسك يقول حتى قبل هذه الأزمة بفترة أن الحاجز الوحيد لإنتاج المزيد من السيارات أو أكثر ما يقلقه في إنتاج المزيد من السيارات هو الناكل لماذا يقول ذلك وهل المشكلة ليست فقط متعلقة بالأسعار الآن ولكن ربما هي متعلقة بندرة المعدن الوحيد وهذا أعتقد أن هناك عامل دائر في ذلك فإن الأسعار منذ عام 2010 كانت منخفضة جداً ولأن الأسعار كانت منخفضة فلم يكن هناك تحفيز لإنتاج إضافي لطرحه في السوق. وما كان يتحدث عنه إيلون ماسك يشير إلى أن إنتاج النكل لا يواكب الطلب. هناك ارتفاع في الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وهذا يجب أن يكون حافزاً لاستثمار المزيد وتطوير قدرات إنتاج النكل. إذن أعتقد أنه كان يحاول أن يستبق أي ضغط على الإمدادات. نحن هنا البرنامج مختص بالطاقة ومختص كثيراً بالتحول النظيف. حينما نتحدث عن السيارات الكهربائية والنمو المطرد في استقدامتها على مدى السنوات الماضية. فهو أمر مهم أيضاً لهذا التحول. لذلك كان السؤال عن الأزمة الحالية في النكل. أنت في تقديرك لن تكون لها تأثير ملحوظ وكبير عن إنتاج السيارات الكهربائية. وعن استهلاك السيارات الكهربائية وأسعارها. نعم. أعتقد أن هذه الأسعار سوف تستقر. وأعتقد أن هذه الارتفاعات الكبيرة سوف تعود لتحدى في مستويات أقل. هذا يعتمد على فترة الأزمة. وإذا كان هناك تصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وإذا ما كان سوف تضاف عقوبات أخرى. وكيف يؤثر ذلك على النكل عالمياً. إذن الأمر يحتاج وقتاً. وإذا ما امتدت الأزمة إلى فترة قد نرى اتفاعاً في الأسعار. وقد يؤثر ذلك على سوق السيارات الكهربائية. ولكن حالياً الكثير من مصنعي البطاريات الذين يقدموا هذه البطاريات للقطاع. اشتروا النكل مسبقاً. وبالتالي لنا توقعية اضطرابات في المدى المنظور. ولكن كما قلت. إذا طالت الأزمة وسائد قد تكون الأمور مختلفة. ولكن على حسب الوضع الحالي الآن. أعتقد أن الأمور سوف تستقر. أنا أشكرك على هذا التحليل والتوضيح. جرانت سبور وأنت المحلل الأول في بلومبرج انتليجنس. شكراً جزيلاً لك. كنت معي من لندن بهذا. مشاهدين وصلنا لنهاية حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلاس. نشكر لكم المتابعة. وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل.